في قطاع التربية أستوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد تعليمات لمديرية تربية بضرورة احترام الأجال المقدمة لهم بخصوص استكمال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشغيرة التي أقرى رئيس الجمهورية حسب ما أفد به اليوم الأحد بيان للوزارة وأوضح المصدر نفسه أن ترأس وزير التربية الوطنية ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومدير التربية خصصة لمتابعة مدى تنفيذ مديرية تربية للتعليمات المقدمة لهم بتاريخ 11 من ديسمبر الجاري وتم خلال الندوة عرض الوضعيات المنجزة وفحصها أين أسدى الوزير التعليمات اللازمة لمديرية تربية بخصوص المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين مشددا على ضرورة احترام الأجال المقدمة لهم